ماذا يميز الاقتراحات الالتحاد الاشتراكي بالنسبة للأحزاب الأخرى؟ أولا أنا بقي ما اتطالتش على عرض الأحزاب الأخرى حتى أقول ما يميزنا عن الآخر لكن يمكن أن أتحدث عن عملنا نحن العمل ليس وديد المناسبة نحن المشروع التنموي من صلب عملنا السياسي نهار لتعينة حكومة عبدالله إبراهيم وكان أخونا عبدالرحيم بو عبيد وزيره للاقتصادي فيها هذا الحامل المشروع التنموي لازال المغاربة يتحدثون عنها اليوم لا في تسمية ولا في تعميم التعليم ولا في واحد المجموعة لما دخلنا إلى الحكومة في حكومة التنأوب واحد المجموعة للمؤشرات في البنيات الأساسية في الكهرابة في محاربة الأمية في التعليم كده كلها تتكد وجودها مشروع تنموي اليوم نحن الخطب في جلالة الملك في العهد الجديد حاملة لمشروع تنموي حقيقي منذ سنة تسعة وتتسعين أي عشرين سنة السالفة لكن الجديد هو أن هذه المشروع التنموي ليست فشلة كما يقول البعض ونفشل ما نصلش إلى ما وصلنا إليه من مؤشرات ومن أننا نعتبر اليوم في الخارج يعتبرنا نموذجاً راحنا غير في إطار مناقشتنا لقضايانا الداخلين ولذلك أنا تعتبر أن المشروع التنموي الجديد يعني الخصصات والحاجات التي لم نصل إليها في المشروع التنموي السالف يجب أن نعمل حل حلها وخاصة المسألة الاجتماعية مركزتي مش على الحالة اللي هي فيها العالم القراوي وتانيين الديمقراطية وتعزيز الحريات الفرضية في العالم القراوي كينا مفادرة أكاد أن أسميها اشتراكية مش اجتماعية جاءت على لسان جلالة الملك راه اشتراكية عندما نتحدث عن الأراضي السلالية وخطاب جلالة الملك بشأنها هذه راه تطورة اجتماعية في البادية إذا أحسنت الحكومة تدبيرها وإطلاقها لماذا؟ لأنها تشدهادك الخماس والربا والكذا لما عنده احتمى ترضى الأرض في البادية تتعطيه طلاقا من الانتماء تتعطيه أرضا وتحرص في إطار السياسات العمومية تمويل خدمة هذه الأرض إذا ستتحول من فئة المحرومين الذين لا يملكوا شيء إلى مالكين لأرضه ومشتغلين به إذا قد نحطوا طورة حقيقية هذا بوحدهم شروع اجتماعي كبير في العالم العرق كذلك فيما يتعلق بالديمقراطية نحن يستحيل الحديث عن تنمية في غياب الديمقراطي